مرحبا بجميع أصدقاء متبقى قناة فلاش 90 دقيقة في تحليل وتوقعات مباريات يوم الجمعة اخترت عشر لقاءات أول مقابلة المباراة الافتشاهية للدور الألماني البونسليغا بروسيا مونتكلاد باخي السعب الفارق بايا الليفر كوزن آخر مواجهة جمعة النادية انتهت بالتعادل السلبي السفر مقابل السفر المواجهة التاريخية تشهد الغالبة الليفر كوزن 43 انتصار مقابل 28 انتصار لبروسيا مونتكلاد باخي مع 35 مقابلة انتهت بنتيجة التعادل الصورة لملعب المواجهة بروسيا باركية 9 لـ 54.057 مقعد الخمس مواجهات الأخيرة لكل نادي فارق بروسيا مونتكلاد باخي حقق 5 انتصارات آخره في الكأس الانتصار ب3 مقابل هدف واحد خارج الديار آخر خمس مقابلات الفارق بايا الليفر كوزن حقق 3 تعدلات انتصار وتعرض لهزيمة آخر اللقاء الانتصار في كأس السوبر الألماني أمام الشوتقارش بداربات الجزاء أربعة جلجة بعد انتصار أشوات الأصلية للمقابلة بتعادل بهدفين في كل شبكة فارق بايا الليفر كوزن حافظ تماما بقرابة 90% على سكواد الموسم الماضي كذلك بالإضافة إلى المدرب شابي آلونسو ليدا أفضل توقع للمقابلة ووفير اتنان هذا هو أفضل توقع للقاء الإفشي شاحي للدور الألماني لبونتسليغا بالنسبة للمقابلة التانية الدور الفرنسي الليك أن الجولة التانية ترتيب الناديان باريسان جرمان في الرشبة التانية جلت نقاط مونبولي في الرشبة التامنة بنقطة وحيدة آخر مواجهة جامعة الفريقين تهج للصالح باريسان جرمان انتصار بستة مقابلة هدفين خارج الديار المواجهة التاريخية تشهد الغلبة باريسان جرمان 35 انتصار مقابل 17 مقابلة مونبولي مع 20 مقابلة انتحج بإقشسام نقاط اللقاء صورة لملعب المواجهة بارك دي برانسي التسالة 48 1583 متفرج آخر خمس مقابلات لكل نادي باريسان جرمان حقق ثلاث انتصارات تعادلين آخر اللقاء انتصار في الجولة الافتجاهية الانتصار خارج الميدان أمام الواظر باربعة مقابل هدف واحد فاريخ مونبولي آخر خمس مقابلات النادي تلقى ثلاث هزائم مع تحقيق انتصار وتعادل في آخر اللقاء أمام ستراسبورغ داخل الميدان هدف في كل شبكة أفضل توقع للمواجهة أرشيح فوز فاريخ باريسان جرمان بهدفين هذا هو أفضل توقع للقاء الدوري الفرنسي بالنسبة للمقابلة التالية الجولة التالية من الدوري البرتغالي فارينسي الصعب الفاريق سبورش انجليش بونا ترشيب الناديان فارينسي يحتل الرشب الخامس عشر بالسفر نقطة فاريق سبورش انجليش بونا في السادارة بست نقاط آخر اللقاء جمع الفاريقين تهى لصالح سبورش انجليش بونا لانتصار داخل الميدان بتلاج أهداف مقابل هدفين المواجهة التاريخية تشهد الغلبة سبورش انجليش بونا في السادارة بساعة أربعة انتصار مقابل خمس انتصارات فارينسي مع سبع لقاءات نجاوب نتيجة تعادل صورة لملعب المواجهة التسعى لخمسة عشر ألف متفرج آخر خمس فاريق فارينسي تعرض لهزيمة ينحقق انتصارين تعادل آخر اللقاء لهزيمة خارج ديار أمام ريو آفي هدف مقابل السفر سبورش انجليش بونا آخر خمس مقابلات النادي حقق أربع انتصارات تعرض لهزيمة آخر اللقاء انتصار خارج الميدان أمام ناصيون الماديرا بست مقابل هدف واحي أفضل توقع للمقابلة أرشح فوز بورش انجليش بونا في شوط اللقاء الأول أدوة أفضل توقع للقاء الدوري البورش وغالي بالنسبة المقابلة الرابعة الدوري الانجليز الشامبيونشيب الجولة تاريتا شيف فلد يساء بالفارق ليتز يونايتيد ترتيب الناديان شيف فلد فرش بالتاسعة بثلاث نقاط شيف فلد فرش بالتاسعة بثلاث نقاط ليتز في الرشبة الخامسة عشر بنقطة 20 آخر مواجهة جمعت النادية انتهت لصالح ليتز الانتصار عدفين مقابل سفر خارج الميدان المواجهة التاريخية تشهد الغالباء الفارق ليتز أربعون انتصار مقابل واحد وتلاثون انتصار شيف فلد مع خمسة وعشرون مقابلة انتاج اقتصام نقاط المواجهة صورة لملعب اللقاء التسع لتسعة وتلاثون الف وتمانون او اربعة عشر مقعد آخر خمس لقاءات لكل نادي شيف فلد وينستاي حقق هزيمة انتصارين تعادلين آخر لقاء لازيمة خارج ديار أمام ساندرلاند بأربعة مقابل السفر ليتز آخر خمس مقابلات النادي حقق تعادلين انتصارين وتعرض لازيمة في الكأس آخر لقاء تعادل خارج ديار امام واستبروم السفر مقابل السفر للاشارة فارق ليتز مغير على الموسم السابق النادي استغنى على اللاعبين بسبب موازنة الميزانية لتفادي العقوبات اللاعب النظيف النادي فرط في النجم الفارق الموسم الماضي الهولندي سامرفيل انتقل ويستهام بـ 29.000.000.000 زائد الفرنسي روتر استغنى عنه لصالح فارق برايتون بـ 46.000.000.000 سبعة مليون اورو زائد رمزاني استغنى استقطاب من فارق الميريا بـ 11.000.000.000 فارق فرط في لاعبين مهمين لذا النادي في بداية الجولة الأولى يعاني بتعادلين في الدوري والإقصاء من الكأس بنتيجة موديلة تلاتة مقابل سفر داخل الميدان أفضل توقع للمقابلة هو أوفر إثنان أي اللقاء سيشهد تشجيل هدفين أو أكثر المقابلة الخامسة الدوري الألماني الدرجة التانية لجولة تلاتة آخر مواجهة جامعة الفارق انتهت للصالح هانوفر الانتصار 4 مقابل 3 خارج الميدان المواجهة التاريخية تشجيل غالبة الهامبورغ 37 مقابل 24 انتصال هانوفر مع 19 مقابلة انتهت بنتيجة تعادل صورة لملعب المواجهة 9 لـ 49.000 متفرج آخر خمس مقابلات لكل نادي فارق هانوفر تعرض لهزيمة حقق تعادلين انتصارين آخر اللقاء لهزيمة خارج الميدان أمام أرمينيا بيفيل هدفين مقابل سفر هامبورغ آخر خمس مقابلات حقق انتصارين تعادلين وتعرض لهزيمة آخر اللقاء الانتصار في الكأس خارج الميدان بسبعة مقابل هدف واحد أفضل توقع للمقابلة ما بين هانوفر 96 و هامبورغ هو أوفر 2 اللقاء سياسة تسجيل هدفين أو أكثر المقابلة السادسة التوري الدنماركي الجولة السادسة آلبورغي الصعب الفارق أروس ترتيب الناديان آلبورغ في الرشبة التامنة يحتل الرشبة التامنة بست نقاط فارق أروس يحتل الرشبة الرابعة بعشر نقاط منصفة مع فارق بروندبي آخر مواجهة جمعة الفارقين تهج لصالح أروس الانتصار هدف مقابل سفر خارج الميدان لمواجهة جاريخية تشد الغالب الأربورغ أربعة وأربعة وانتصار مقابل ثلاثة وثلاثة وانتصار أروس مع خمسة وعشرون مقابلة انتحج بنتيجة تعادل صورة لملعب المواجهة التسالي 13800 مقعد آخر خمسة مقابلات لكل نادي فارق أربورغ تعرض لشلاج هزائم حقق انتصارين أخر لقاء لازمة داخل الميدان بأربعة مقابل السفر فارق أروس آخر خمسة مقابلات حقق شلاج انتصارات تعرض ليازمة وحقق تعادل آخر لقاء لانتصار داخل الميدان بخمسة مقابلات في واحد أمام فارق في جيل أفضل توقعين للمقابلة هو اتنان أي اللقاء سيشهد تسجيل هدفين أو أكثر زائد عدد الركنيات أوفير ثمانية ونصف اللقاء سيشهد تنفيذ تسع ركنيات أو أكثر أدوما أفضل توقعين لمواجهة الدوري الدرماركي المقابلة السابعة الدوري السعودي الجولة الأولى الأهلية بالفارق العربة ساعد حديثا لدوري الأضواء آخر مواجهة جمعة الفارقة انتهت للصالح الأهلي الانتصار هدف مقابل سفر داخل الميدان في الدرجة الثانية لقاء التاريخية تشهد الغالب الأهلي سبع انتصارات مقابل تعادلين صورة لملعب المواجهة ملعب الملك عبدالله يتسع لـ 62142 متفرج أفضل توقع للمقابلة ورشح فوز الأهلي بفارق هدفين لا مجال للخطأ بالنسبة لفارق الأهلي للموسم الثاني على التوالي احتفظ بسكواد الموسم الفارق مع المدرب رياد محرز بالإضافة إلى روبرتو فيرمينو والحارس ماندي بالإضافة إلى فرانك كيسي الإبواري لا مجال للخطأ للموسم الثاني على التوالي النادي لازم يؤدي بشكل جيد على الأقل الرتبة الثالثة أو الثانية في الدوري تعتبر نجاح بالنسبة لوجود الكبير الهلال المقابلة التامنة نفس الدوري القادسية يستقبل فارق الفتح أخر مواجهة جمعة النادية انتهت لصالح الفتح بثلاثة مقابل سبر داخل الميدان المواجهة التاريخية تشهد الغالب الفتح عشر انتصارات مقابل أربع انتصارات للفارق القادسية مع أربع مقابلات انتهى وبنتيجة تعادل صورة الملعب المواجهة التسع العشرون الف متفرج أخر خمس مقابلات لكل نادي فارق القادسية حقق تعادلين ثلاث انتصارات فارق الفتح حقق تعادلين انتصار وتعرض لهزيمتين أفضل توقع للمقابلة أرشح بأن كلا الفريقان سيسجلان غول غول للإشارة فارق القادسية يضم كل من ناتشو من ريال مادريد أوباميانج المواجهة القابوني لذا فارق لديه استقطابات لعدة لاعبين بشكل جيد أرشح أن كلا الناديان سيسجلان المقابلة التاسعة الدوري الكويت الجولة التالية الكويت الصعب الفارق خيطان ترشيب النادية الكويت في الرشبة الثانية ست نقاط خيطان في الرشبة الخامسة بجلاش نقاط آخر مواجهة جمعة الفريقين تات لصالح الكويت المواجهة تاريخية تشد الغلب الكويت سبعة عشر انتصار مقابل مقابلة انتاوب التعدل ومقابلة انتصار فريق خيطان آخر خمس مقابلات لكل نادي الكويت حقق خمس انتصارات فريق خيطان حقق ثلاث انتصارات وتعرض لهذه ماشين أفضل توقع للمقابلة أرشح فوز الكويت داخل الميدان وتحقيق تلات النقاط المواجهة العاشرة والأخيرة الدوري الإيراني الجولة التانية استقلال تاراني بالفريق مالافان ترتيب الناديا استقلال تاران في الرشبة الرابعة بتلات نقاط مالافان في الرشبة السابعة بنفس عدد النقاط آخر مواجهة جمعة الفريقين تاج بالتعادل هدف في كل شبكة المواجهة التاريخية تشهد الغالب الاستقلال العشرون انتصار مقابل أربع انتصارات المالافان احد عشر مقابلة انتاج بنتيجة تعادل صورة لملعب المواجهة الزادي يتسعى لواحد وتسعون الف وستمائة متفرج آخر خمس مقابلات الكل نادي فارق استقلال حقق أربع انتصارات تعادل فارق مالافان حقق انتصار تعادل وتعرض لجلسة هزائم افضل توقع للمقابلة ورشح فوز استقلال تهران وتحقيق ثلاث نقاط داخل الميدان هذا هو افضل توقع لمقابلة الدوري الايراني في الاخير حد موفق لجميع الاصدقاء اشتركوا في القناة